حكاية السندباد البحري في أحد الأيام رصت بنا السفينة على جزيرة كبيرة لم نشاهد فيها إنسانا ولا حيوانا أو نباتا نزل التجار إلى اليابسة ليكتشفوا الجزيرة وبينما هم يجولون توقفوا عند شيء ضخم أبيض اللون وشديد الشبه بالقبة صرخت فيهم ألا يمسوا ذلك الشيء لأنه بيضة الرخ ونصحتهم بالابتعاد عنها قبل فوات الأوان لكن التجار من لم يستمعوا إلى نصحي بل أخذوا يحدثون بها تقوبا ليعرفوا ما بداخلها وإذا بصوت كالبكاء يخرج من البيضة كان فرخ الرخ يلفظ أنفاسه الأخيرة سمعنا من أعالي الجو صراخا ردا على صراخ فرخ الرخ وانقلب النهار إلى ليل حينما حام رخ ضخم ورفيقته في الجو فتوقعت هلاكنا جميعا ولكنهما طارا بعيدا وفي الحال طلبت من التجار العودة بأقصى سرعة لنبحر بعيدا عن الجزيرة وننجو بأنفسنا استجاب التجار لنصيحتي وأقلعت بينات سفينة إلى عرض البحر وقد خطر ببالي أن أسأل نفسي هل سنفلت منهما وقبل أن أتم سؤالي شاهدنا الرخين يعودان يحمل كل واحد منهما سخرة كبيرة بحجم البيت وما هي إلا لحظات حتى أخذ رخ يحوم فوقنا ثم ألقى بالسخرة علينا استطاع الربان أن يتفاداها فسقطت في البحر ارتفعت المياه كأنها جبال وأخذت تقذف بالسفينة هنا وهنا للأسف لم يستطع الربان أن يتفادى السخرة التانية فسقطت على السفينة وأغرقتها ومات معظم التجار والبحار كل ما أذكره أنني وجدت نفسي في سراع مع البحر لم ينقذني منه إلا لوح خشبي من حطام السفينة دفعتني الرياح والأمواج وأنا أتمسك باللوح إلى شاطئ جزيرة بلغته بعد أربعة أيام بلياليها شكرت الله عندما وجدت جدول ماء عدم وأشجار فاكهة فأسرعت أقطف التمار وآكلها وأشرب من ماء النهر ترجمة نانسي قنقر